اشتركوا في القناة وفريق البخيت مع النظيم وإن شاء الله ستمتعوا معنا فكونوا معنا أولا نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سطى مع الموافقة بتسمية هذه البطولة باسمه وتشجيعهم بهذا التشجيع لجميع الرياضيين وبصراحة اللي شاهدته اليوم كأنك تشاهد مباريات في الدورية يعني الدرجة الأولى والدرجة الممتازة لعبي ممتازين تنظيم جيد حضور جيد وأنتمنى بإذن الله استمراريها مثل هذه البطولات وأن الشركات والمؤسسات تشجع على تأهيل وتجهيز اللاعبين الرياضيين اللي ما شفناهم صراحة ولكن أنا بهرت بعض المستويات وكنت أتمنى أن يشوفوا إن شاء الله في الأندية أجسام جيدة ومهرد جيدة وإن شاء الله أنهم يكونوا داعم جيد إن شاء الله الأندية أنا بإذن الله أنا بصراحة أنا شفت في مواهب جيدة والمواهب هذه المفروضة أنها تكون في الأندية ولكن حسب عدد الأندية الموجودة الآن والبطولات ظلم لهم بأمانة يعني أقل حاجة أنهم يشاركون شركات ومؤسسات تكون فيه اهتمام لهم في رعاية الشباب من أجل أن تستفيد المنتخبات من المواهب هذه مواهب جيدة أجسام جيدة والشيء اللي يتمناه برضو من رعاية شباب أنها تحاول تزيد عدد الأندية من أجل أن يستفيدون من الطاقة الهائلة في اللاعبين يعني مهارة جيدة بأمانة أنا شفت مهارة ما شفتها في أنجة الدرجة الثانية والدرجة الأولى ولأسباب أنه تقليص عدد اللاعبين في الليلة نشوفه أنه ما زال مبكر على تقليص عدد اللاعبين لأنه لو نظرنا إذا نحن بنعمل زي ما يعملون أوروبا فهذا خطأ يعني نحن نختلف نظامنا كله يختلف أوروبا فيها أعتقد كل مدينة فيها أكثر من 20 نادي نحن الأندية كلها اللي عندنا 153 فالمفروضة نحن لا نقلص عدد اللاعبين ولأ في حال ثاني أنه نزيد عدد الأندية لأنه مواهب زي هذه حرامنا تحرق فأتمنى أما أن الشركات والمؤسسات يلقون اهتمام في بطولات زي هذه أو أنه يعود عدد الأندية العدد اللاعبين الأندية لعدد جيد ولو يقلص عدد المشاركات اللاعبية المحترف يشارك في المحترفين والهاوي يكون له دور يهوات ولكن نحن لا نقلص بالشكل اللي صار مفاجئ ونتائجها راح تكون عكسية على منتخاباتنا فهذا اللي أتمنى في مواهب جيدة أتمنى بإذن الله أنها تخدم البلد أستاذ علي طبعا تواجد الحكام في هذه البطولة ماذا يضيف في رأيك؟ طبعا أي بطولة تواجد فيها عنصر اللي هو العنصر الرئيسي اللي هو الحكام في القدم وخاصة أنه معتمدين من الاتحاد السعودي من الرئاسة العامة لعادة شباب اعتبر إضافة للبطولة وهذا شيء يعني يعتبر مميز للبطولة تواجد الحكام حتى لو لحظنا أن البطولة قيمت بجميع القانون قانون كتل قدم فيها التسلل هذا يساعد الحكام ويتميزون في أدائهم والحمد لله يعني عدت تقريبا ثلاثة أيام أداء الحكام كان مميز فيه صراحة أنا من حكم تجاربي في مجال التحكيمة والمباريات طبعا صراحة يعني شاتي فيكم مجروح ولكن التنظيم الرائع المميز صراحة مبهر ومدهش بالنسبة للفرق والتداء والقمصان والشورت والجميع الأشياء المعدات اللاعبية متواجدة وكذلك الانضباطية في اللي هو التبديل ثلاثة التبديلات يعني أعتقد أنه مطبقا له شروط أو قوانين الاتحاد الدولي في هذه المطورة بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم أحبة الكرام جمهورنا الكريم ومتابعينا خلف شاشة المرقاب هآنا خالد الدبوس أحييكم أجمل تحية وأجمل بداية لهذا اللقاء الآسوي من النسيم وجه لوجه أمام المعذر هناك من حي المعذر في لقاء أول لكل الفريقين في منافسات المجموعة الثالثة أكيد لطموحات الفريقين ولأمال الفريقين في هذا اللقاء وفي هذه المجموعة المجموعة الثالثة الآسوي في الزيل الأسفر وأكيد المعذر في الزيل الأبيض وفي أرضية الملعب كل التوفيق لكل الفريقين وكل التوفيق لطاقم التحكيم لهذا اللقاء بقيادة الأستاذ حمد الدوسري وبمساعدين المساعد الأول خالد الصلوي والمساعد الثاني الوليد الهليل وبقيادة حكم الرابع لهذا اللقاء الأستاذ علي المطلق الذي يتواجد في أرضية الملعب لهذا اللقاء وننتظر الصفرة الآن والصفرة تأتي بسم الله أحبة الكرام جمهورنا الكريم الآسوي أو أسطور الآسوي في هذا اللقاء من يأتي من النسيم بحثا عن أمل جديد من يأتي من النسيم بحثا عن لقب جديد لهذه البطولة ولهذه المنافسة في أرضية الملعب أما المعذر ما يأتي لهذا اللقاء ويأتي أكيد من بعيد كما أتى النسيم أو كما أتى الآسوي لطموح بعيد لأرضية الملعب سأذكر تشكيلة الفريقين ولكن بعد الخطأ وبعد الصفر الأولى لهذا اللقاء الخطأ القريب لمرمى الشنكل التنفيذيات الكرة إلى الأمام ولكن الاستخلاص من يوسف في الكوت السابقة تشكيلة المعذر في هذا اللقاء بقيادة حامي العرين سطام الخالد وفي الرقم 2 نايف الشريدة وفي الرقم 3 إحسين عبسي وفي الرقم 4 حسن ماطر وفي الرقم 5 محمد يعقوب وفي الرقم 6 محمد بشير وفي الرقم 7 عبد العزيز ماطر وفي الرقم 8 أحمد محمد وفي الرقم 19 سعد الدوسري وفي الرقم 11 ماجد الزهراني وفي الرقم 12 سلطان الحمالي وأكيد بقيادة المدرب لهذا الفريق المعذر هو الأستاذ صالح العبد الله الذي يقول بأن المنافسة في هذه البطولة جميلة جداً وأن نحن أتينا لهذه البطولة بحثاً على المنافسة وبحثاً عن اللقب وبحثاً على العبور أحد لاعبي الأسوي ساقط على أرضية الملعب ويعاني من الصابع أعتقد أن محمد عايد يتلقى العلاج للعودة سريعاً بمشيئة الله لإكمال المشوار مع الزملاء في هذا اللقاء المثير أو أمير منطقة الرياض هو الأمير سطام ابن عبد العزيز في هذا المحفل وفي هذا المجموعة الثالثة وفي الغد سيكون للقاءة الجولة الثانية عنوانًا آخر الكرة العرضية المحاولة في الكرة السابقة ولكن الكرة لأحضانها سطام الخالدين حارس المرمى لفريق المعدر إذا الكرة إلا مام الاستخلاص في الكرة السابقة إذا الكرة خاطئة الإنطلاقة المحاولة تزديدها الله هدف أول لمصلحة المعدر هدف أول لمصلحة المعدر جول أول لمصلحة المعدر والله أخطأ ولكنها بهدف خطاك والله ما يعوض وفي الثواني الأخيرة من عمري هذا الشوط المباراة المعدر بهدف صافي ياسين الأسوي عن الهدف الصافي وعن هدف التعديل لهذا الفريق ولكن ما زالت كل المحاولات تبوء بالفشل في صفوفي الأسوي إذا الكرة تعود للمعدر عند الزهراني الزهراني يحاول المرور على الانطلاق عرض للكرة رائعة الكرة تصل لغير متسلل مش على الخطران عرض للمحاولة جول ثاني جول ثاني لمصلحة المعدر المعدر جاي من بعيد لطموح جديد المعدر جاء من بعيد إذا الكرة تصل يعقوب والتمرير الرائعة لماجد الزهراني ماجد العرضية المحاولة مرت بسلام على مرمى الأسوي وعلى مرمى شانكل في الكرة السابقة والخطى وهنا الأستاذ علي المطلق يرفع الرائعة ويرفع الساعة الإلكترونية عن دقيقة واحدة كوقت بدل ضاع الرمية الجانبية عند غزاي بندر غزاي والإرسالية الرائعة في الكرة السابقة ولكن الكرة لأحضان حارس المرمى سطام الخالد حارس المرمى لفريق المعدر ونحن مع صافرة الأستاذ خالد الصلوي لانتهاء شوط المبرات الأول هذا اللقاء بتقدم المعذر بهدفين مقابل لا شيء جمهورنا الكريم نعود وإياكم لشوط المبرات الثاني وهنا خالد الدبوس لكم مني أطيب تحية لانطلاق شوط المبرات الثاني في الشوط الأول كان لأبناء المعذر حضورا مميزا في الشوط الأول كانت لأهداف المعذر تواجدا رائعا الكرة عند الدفاعات الإرسالية في الطرف الأيمن ولكن الكرة طالت وتحولت بعد ذلك لخارج الملعب رامية جانبية ضربة المرمى ملعوبة سريعة بالرأس في منتصف الملعب الكرة تعود للشريدة طالت على الشريدة تصل الغربي الغربي والعرضية المحاولة في الكرة السابقة الكرة تعود لمصلحة إلى أسوي الارسالية للمام لمشعل يحاول المرور في الكرة السابقة وورقة الأهداف التي قد تذهب بفريق وقد تصعد بالفريق الكرة عند عائد الانطلاقة من عائد يحتفظ بكرة عائد عرضنا كرة عائد المحاولة الله 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 على الكرة السابقة ومش على الاعتابي الذي يوضع هدف 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 محقق في الكرة السابقة الكرة أضاعها الاعتابي في الكرة السابقة الكرة تعود لمصلحة أبناء المعذر الأرضية المحاولة والهدف الهدف 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 الله الله جول ثالث جول ثالث لمصلحة المعذر الأرسالية لخالد هايل الانطلاقة من بنر غزايا مقطوعة تعود المهوس المهوس بحث عن تزديد المهوس والتزديد ولكن الكرة لخارج الملعب لمصلحة المعذر ولمصلحة سطام الخالد أحبة الكرام جمهورنا الكريم بأرضية الملعب من يتابعنا خلف شاشة المرقاب ها نحن نتابع أحداث هذا اللقاء ها نحن نلعب في الدقاق الأخيرة أو في الوقت البدل ضاع من عمر هذا الشوط ومعها صافرة الأستاذ خالد الصلوي حكم هذا اللقاء لانتهاء شوط المرس الثاني وهذا اللقاء بانتصار المعذر بثلاثة هداف مقابل هدف الوحيد أحبة الكرام السيد مساعد الرئيس لفريق المعذر أولا نبارك لكم الفوز وحبين أن نستفسر منكم عن الأساسيات التي اعتمدت فيها في اللعب لهذه المباراة أول شيء الله يبارك فيك وهذا صراعا نشكر أول شيء القائمين عن البطورة المرقاب على كاس سمو سيدي لأمير سطان بن عبد العزيز وهذا ما هو غريب على المرقاب بصفة عامة أول شيء المشاركة هي الفئة السنية الآن ركزي على الفئة السنية والحمد لله هذا الجهد بيّن من مباراته الأولى وإن شاء الله القادم سيكون أفضل منه بشد رأي تعالى بشيء بسم الله الرحيم نشكر القائمين على البطورة المرقاب باسم صاحب باسمه الملكي الأمير سطان بن عبد العزيز ومنسبة المباراة منول التنظيم كان الحمد لله منول من التنظيم وكذا ومشارك كان من دير ما شعورك بعد الفوز والله لسه تمنا بداية البطولة إن شاء الله من أحسن لإحسن إن شاء الله الله وشيء بسم الله الرحيم الله يبارك فيك يشيء يعني سراحة أشكرهم على إقامة البطولة على كاس بطوط المرقاب على كاس الصاحب المالكي Psittahmin العزيز يعني أشكرهم على الاستضافة سراحة بداية المباراة عندنا تكتيك مدرب يعني بدينا يعني سمعنا تكتيك مدرب وهذا سجلنا هذا هداف وهذا يعني بتاتف مبارا فيه ويسعدنا في هذه اللحظات أنا الصديف بالكبتن مشعل العطاوي مشعل هرد لك نتيزة اليوم الحمد لله على كل حال أول مباراة إن شاء الله معوضي الخير إن شاء الله بإذن الله كبتن مشعل بطولة تحمل مثل هذا الاسم على كأس صاحب السملكي الأمير السلطان بعمل عزيز من انطباعتك حول هذه المشاركة بطولة تحمل اسم شخص قالي علينا أمير منطقة الرياضة الأمير سلطان بن عبد العزيز الله يحفظه طويل عمره الحمد لله شاركنا فيها وبإذن الله نقدم المستوى نحقق البطولة ونتشرف بالسلام على سيدي صاحب السملك الأمير سلطان بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذه الكرتة قد نفوز خسارة كان ودينا نقدم مستوى نفوز ونرضي للناس اللي جاي لكن يستهلون الفريق الأمامنا ونوعد الشباب الجايين بإذن الله ونبرة القادمة يمكن ترون فريق أفضل من كذا كروح ونوعدكم إن شاء الله بإذن الله نوصل أدوار متقدمة بل حتى يمكن نوعدكم على البطولة بإذن الله كابتن يوسف انطباعك حول إقامة هذه البطولة على كاس صاحب السمونا كالي سلطان بن عبد العزيز شعورك والله الكل يتمنى أن يحمل اسم البطولة خصوصا باسم البطولة بصاحب السمو الأمير الكل يتمنى البطولة بغض النظر سواء الوصول النهائي سواء بتواجد صاحب السمو الأمير هذا شرف الجميع الفرق الجميع وإن شاء الله بإذن الله نكون من ضمن النهائي بإذن الله والله ما أخبرك أنا طبعاً أول مرة أخرى بطولة سعت جداً به التنظيم واضح أنه فيه تنظيم فيه نوع من العمل المنظم لتقديم بطولة مختلفة تحمل اسم أمير منطقة الرياض أشكر جميع الدعمين المنظمين جميع الزملاء المشاركين في تنظيم هذه البطولة على اعتبار أن بطولة أشعر فيها نوع من جودة التنظيم للحرص على تقديم منتج رياضي مختلف صحة التعبير أتمنى لكم التوفيق والجميع المشاركين فيها من الهداف النبيلة لمكتسبات الرياضة السعودية أنه يجتمع الشاب السعودي منافسات تكون فيه منافسات بينهم في الشهر الفطيل لاستغلال وقاة الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة الحمد لله وفتحهم من اسم غالي قناة المرقاب ما قصرت مجهود تشكر عليه والبداية إن شاء الله أنه جيد وإن شاء الله الختام إن شاء الله أحسن منك كذا إن شاء الله طبعا إن أستاذ فهد اليوم أنت حضرت الفرق اليوم المجموعة نبغى رأيك في الفرق اليوم والله الفرق جيدة المبارات الثانية أنا شفتها ما إن شاء الله فيها عناصر متازة خصوصا فيها لعبين يعني لعبة أندية وعطل المباراة يمكن جو منافسة أعلى وإن شاء الله المباراة الجاي بعد إن شاء الله ستكون أحسن منك إن شاء الله وفي كل مكان في هذا اللقاء النظيم والبخيت وجه لوجه في اللقاء الثاني للمجموعة الثالثة وهنا نشاهد أبناء النظيم يهدون زملائهم لفريق البخيت ورودا في هذا اللقاء في هذا اللقاء في بطولة المرقاب على كأس أمير منطقة الرياض الأمير سطام ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه في أولى وأقوى بطولات أحياء منطقة الرياض والأقوى على مر التاريخ بالنسبة لأحياء منطقة الرياض ونتزيد على الله 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 يا دوبي قلت تشكيلة البخيت إلا والهدف يأتيه يا دوبي قلت التشكيلة إلا والدوسري يرد على الجميع حارس المرمى لفريق أكيد النظيم محمد حمد ليوتي بالهدف الأول البخيت واحد ولا شيء النظيم في هذا اللقاء البخيت بتقدم أول لهذا اللقاء الكرة بحثا عن انتصار وبحثا عن تسجيل وبحثا عن وصول الكرة تصل في أطرف الأيمن إلى الدوسري سعد صاحب الهدف بتمرينة رائعة وجميلة لمصلحة حسام ولكن قطع الكرة من صالح راضي أبناء النظيم اللغوينم والعرضية المحاولة تسجيل الله تصد تعود ولكن الاستخلاص والكرة بقفضة يد اللغوينم الذي أخرج الكرة لخارج الملعب رمية جانبية دربة كمحاولة محمد الحلو في الكرة السابقة والتي استدت بالدفاعات لتتحول كرة عالية يخرج لها لغوينم بقفضة اليد ويخرج الكرة وفريدة لأبناء النظيم في هذا اللقاء في لقاء لأحياء الرياض تجد مثل هذا التمييز الله 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 على التسديدة الرائعة الله على الإرسالية في الكرة السابقة محمد الحلو بإرسالية رائعة استدت بالقائم العلوي الغوينم كان يتابع جمد الغناء الغوينم في الكرة السابقة تأخر فيها خطف الكرة من الحلو في الكرة السابقة لكن سرعانا ما تعود للبخية الكرة في الطرف العيسر الكرات الرائعة تبحث عن عرضية هنا العرضية هنا الهدف هدف هدف الله 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 قول ثاني قول ثاني لمصلحة البخية في الكرة السابقة والكرة ملعوبة سريعة لمصلحة تامر تامر إلى الأمام لمصلحة محمد الحلو لمصلحة عد الرحمن غازي السد العالي يبحث عن إرساليات كرة آآ لأكيد المتقدم آآ ونجم خط المقدمة محمد الحلم إذا الكرة تعود إلى حلوي أو العلوي العلوي يتراق العلوي قول ثالث قول ثالث هو هو من غيره هو من غيره مازن العلوي بالهدف الثالث مر وتوغل بدفاعة النظيم ليرسل الكرة لشباكي محمد حمد ويسجل الهدف الثالث والإرسالية في الكرة السابقة أو كرة محاولة خداع في الكرة السابقة من حسام الكرة تعود لمصلحة أبناء ألب خيط خطأ لمصلحة النظيم إذا الرسالية رائعة تصل لي مش اطلاق أرسالية الله 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 وهدف أول لمصلحة محمد الحلو محمد الحلو يسجل الهدف الأول لفريقي النظيم النظيم سجل أخيرا الارسالية إلى الأمام غازي فوت لكرة تصل لمحمد الحلو محمد الحلو والارسالية في الطرف الأيمن العرضية المثالية من وليد المحاولة وراسية والاستدام ما بين عبد الرحمن غازي وحارس المرمى اللي يعاني من الصابة في الاشتراك السابق ما بين اللاعبين وهاهو حكم الإقام الأستاذ خالد الصلوي على نهاية شوط المبارات الأول بتقدم ألب خيط بثلاثة هداف مقابل هدف واحد مع انطلاق شوط المبارات الثاني وها أنا خالد الدبوس لكم مني أجمل تحية وأطيب تحية في انطلاق هذا الشوط شوط المبارات الثاني في الشوط الأول كان لنجوم البخيط عنوان أبرز في هذا الشوط وفي شوط المبارات الأول كان لسعد الدسري ومازني العلوي كلمة رائعة بعد أن سجلوا ثلاثة أهداف في مرمى أبناء النظيم وقبل الختام والمحاولة في الكرة السابقة المرور ولكن الكرة ضاعت فيصل يحاول سدد لكرة ولكن الكرة مرت من الجميع الكرة لخارج الملعب ضربة مرمى إذن بعد أن سجلوا البخيط ثلاثة أهداف في مرمى أم حمد حماد وفي مرمى النظيم وقبل الختام أم حمد الحلو يسجلوا هدفا أول لمصلحة النظيم وبدأت التغييرات وبدأت التبديلات وبدأ فريق البخيط بخروج عد المحسن الصالحي على الأموم الكرة في منتصف الملعب لمصلحة النظيم الكرة حانية دفاعات حسن الشهري طول طالت 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 الله 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 في الكرة السابقة وهدف رابع هدف رابع لمصلحة البخيط تأخر فيها الشهري طال فيها الشهري وخطف الكرة العلوي خلف الكرة أحمد والعرضية المحاولة الرسية من الحلو الله على الكرة السابقة ولكن رأسية الحلو والكرة على ثلاث القهم هناك تبديل خروج مشعل لبقومي اللي يغادل أرضية الملعب إذن اللعب استكمل سيتم إجراء التبديل بعد خروج الكرة الكرة عند مشعل لبقومي اللي يحاول المرور مشعل في الطرف العيمة المشعل والإرسالية لغازي غازي يبحث عن عبور غازي يحاول غازي يمر غازي يتأخر عرضنا الكرة لمشعل الكرة للحلو مطالبة بالخطأ تعود لنايف نايف والتسليل ولكنها لخارج الملعب مشعل لبقومي سيغادل أرضية الملعب إلى الطرف العيمة محاولة المرور من سعد الدوسري سعد يحتفظ بكورته حظاً على كورته يحاول انطلاق يحاول المرور ولكن الاستخلاص ما زالت في الكرة ما بين أقدام سعد اللي يتحصل على رمية جانبية في الكرة السابقة إذن رمية جانبية إذن الإرسالية في الكرة السابقة الكرة في الطرف العيمة محاولة إرسال كرة سيف مشاناً كرة ليمازن أو حسام الكرة للطرف الأيسر لمصلحة فيصل فيصل يبحث عن إرسالية فيصل يبحث عن المرور وما زال يحتفظ بكورته ويضيع مزيد من الوقت في الكرة السابقة والكرة تصل لمصلحة أحمد فراج أحمد لمصلحة محمد الماس الارسالية إلى الأمام ما زال يبحث عن تقدم المحاولة والتزديدة هدف هدف خامس هدف خامس السيف يحاول والهدف الخامس لمصلحة ألب خيط ألب خيط في تزديل الهدف الخامس ومع هذا الهدف أحبة الكرام متابعين أكيد خلف شاشة المرقاب الهدف الخامس لسيف أحمد البديل ينهي معها أحداث هذا اللقاء بصافرتي حكم هذا اللقاء الأستاذ خالد الصلوي لانتهي هذا اللقاء البخيط بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد لمصلحة النظيم إذن أبناء البخيط حصل على ثلاث نقاط وتصدر المجموحة الثالثة إلى جانب فريق اللي انتصل على فريق لاسوي قبل قليل الحمد لله الفوز لا يوجد مجهود واحد اثنين مجهود جميع كلها رغم أن صارت لخبطة بيات مبارا بس الحمد لله صار لي صار وفوزنا في مبارا والله الحمد وطموحنا مو فوز مبارا مبارتين طموحنا إن شاء الله البطولة بإذن الله فيه فيه أخطاء وإن شاء الله رح نتدركها بعدين هو الأخطاء اللي هو اللي سبب الدربة كالان اللي هو هدف هدف الشوطر أول هدف الأول الله يبارك بأيامك يا رب الله يسعدك ما هو رأيك في إقامة مثل هذه البطولات والله مبارا ممتازة ونتمنى تستمرارها ونشكر القائمين على المبضمين للبطولة الله هي الحمد لله على كل حد جمعنا خديقة الخيئة السهلون وقدم مبارا حلوة عن عبو أخضر ممن السهلون نشاء العمو مبروك لهم حق أفر لخي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة